في الحقيقة ويعني كل الأسر عارفة كويس جدا أن حلم السفر لأولادها للخارج بيبقى حلم مهم جدا عشان مش بس بيكتسب شهادة أجنبية ولكن بيكتسب خبرات يعني بعض الأسر وأوجيع الأمور في أي مجتمع بالتأكيد بيبقى عندهم شغف أن أولادهم يدري صبر فكرة السفر أحيانا بتكون فيها نوع من أنواع الألع فيها خوف من اختلاف الثقافة من اختلاف العادات التقاليد فيها توتر زي ما البعض شايف لكن في بعض الآخر شايف أن فيها إيجابيات الإيجابيات متمثلة في أن أنت بتتعرف على مجتمع تاني بتشوف لغة تانية بتشوف جنسيات أخرى حتفضل معك طول العمر كأصدقاء فعشان نقيم السلبيات والإيجابيات أيضا كأمهات وأبهات لازم أن يبقى عندنا حصيلة معرفية بهذا الأمر وخصوصا لو عندنا نوع من أنواع الرغبة أن نصفر أولادنا برا يعني الموضوع ده ينتشر أكتر في الفترة الأخيرة مثل عمره موجود من زمان جدا لكن في الفترة الأخيرة بدنا نشوف أباء وأمهات كثيرة أو يمكن يعني بيبيعوا الوراهم والقدامهم يعني عشان ولادهم حتى يروحوا يدرسوا برا ويتعلموا برا سلبيات ده إيجابيات وإيه ده لها نعرفه دلوقتي من ضفنا اللي من ورانا في الستوديو دكتورة ريهام حسن استشاري الصحة النفسية أهلا بك يا دكتور أهلا بك وصباح الخير يعني خلينا نتكلم الأول عن مسألة الدراسة في الخارج بشكل عام بعض أولياء الأمور بيحبوا أن هم أولادهم يروحوا يدرسوا برا أيا كان السبب شهادة أحسن هم شايفين كده ثقافات مختلفة أيا كان هم شايفين إيجابيات ده إيه أنت شايف الموضوع ده إزاي نفسيا خلينا نتكلم النهاردة عن موضوع الأسرة حتى أنه النهاردة أنا عندي ابن سابني وسافر برا عشان يدرس نفسيا الموضوع ده بيبقى عامل إزاي أنا بشوفه مع أسر كتير جدا هو بيبقى على حسب تربيتك للولد أو البنت اللي مسافرين يعني بيكون على حسب والحقيقة أنا بشوف أنه دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي هو في جامعات كتير قوي هنا في مصر دولة فتحت كتيرة فعلا وجامعات أهلية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي فالموضوع دلوقتي هنا في مصر لأ هو مختلف شوية عن من عشر سنين فالرغبة في فكرة أن أنا أصفر بنتي أو ابني برا علشان الدراسة ما هنا فيه ده موجود المجالات دي موجودة بتخصصات كتير جدا ونفس الشهادات الدولية برا فهي الفكرة أنه هو بيبقى عبء على الأسرة وأنا بشوف أن بيبقى فيه قلق ومخاوف الأم بتبقى خايفة جدا على ابنها وعلى بنتها وبيبقوا قلقانين من الثقافة برا أن هي تأثر عليهم تأثير سلبي بيكون فيه قلق في الموضوع وبتأثروا يعني أنا لأم ربي يا ابني مثلا كويس قوي والكلام بقى اللي أنت يعرفها ده أنا مربي يا ابني كويس أم ربي يا بنت كويس أو هل بيتأثروا عنده 16 سنة مسافر برا يتعلم والله يبصي هو بيكون على حسب على حسب شخصية الولد والبنت هي هو ربه إزاي يعني أنا ربيت إزاي أنا ربيت على أسس لها قيم ثوابت موجودة وفيه قيم موجودة ثابتة عند ابني أو بنتي ولا لأ لأن يعني فكرة أن أنا أحط ابني أو بنتي ده بيكون اختبار صعب شوية لأن بيكون فيه برا لا فيه ثقافة مختلفة تماما عنها فالفكرة في أن أنت ترفضي اللي مش بينسبك وإيه وتكتسب اللي ينفعك وينسبك فالفرق هنا أو النقطة دي بتكون مهمة أساسها بيكون أما شخصية البنت أو الولد تكون شخصية مؤهلتها النفسية قوية يعني واثقة ومقدرة ونفسها وعارفين قيمهم كويس والقيم بتاعتهم ثبتة مش بتتهز فالدنيا هنا بيكون أأمن شوي صحيح بس في ناسة أننا شايفة أن أنا أود إبني أن يسفر برا مش بس أكتسب اللغة حيكتسب ثقافة وحيكتسب أصدقاء وحيكتسب لغة أكسنت يعني لهجة أفضل عندك مليون سبب تاني وإن أنا لو حطتهم هنا في مصر أحد حدفع نفس الكلام بس مش ححصل على هذه المميزات تعليق حضرك أنا شايفة أن في هنا الناس بتتكلم دلوقتي اللغة أكسنت كويسة جدا بصراحة هي الفكرة أن ممكن يكون برا بياخدوا شوية خبرات مختلفة شوية بس هو ممكن يحققها هنا يعني هو لو نفس الميزانية يعني مثلا برا هو بيتعلم الاندبندنت هو بيخسل لنفسه بيطبخ لنفسه بيتحمل إيجار من سن صغير المصروف اللي بياخده هو بقى المساعدة كثيرة بيشتغل على فكرة على المستوى التربوي والمستوى النفسي إحنا لما بنيجي نتكلم بنقول كده حضرتك مش يعني عايزة تتخطي سن المراقب أمان أعلمي ولادك الاستقلالية أعلميهم المسئولية أعلميهم ده ربيهم على ده أنا مش محتاجة أن أنا أحط ابني برا في بيئة برا اتفقنا علشان قاطر يبدأ يتعلم المسئولية أو يغسل بقى صحون ويأجر شقة طب ما هو أنا هو هنا أنا ممكن أعمل ده وده أفياد له لشخصيته يعني أنا بتكلم في الموضوع كثوابت للشخصية نفسها يعني أنا وانا بربي للوقتي أنا عيني على إيه يعني أنا عايزة أربي أعمل بناء شخصية للفرض ده عشان في الآخر يكون شخصية صالحة لنفسه والمجتمع فهي الفكرة هنا فنبتدي نعلمهم المسئولية نبتدي نعلمهم الاستقلالية نبتدي يبقوا فاهمين يعني إيه كلمة التزام أنا مش محتاجة أن أنا أكون كأم أو كأب على دماغ ابني كل شوية عشان أقول له زاكر أشوف الوراك لازم هو يتعلم من نفسه أنه هو يلتزم يعني أنا بتكلم هنا بس في ثوابت في الجانب التربوي والجانب النفسي اللي هو أنا مش محتاجة أحطه بره علشان يعمل ده يتعلم ده وطبيعا هو ينشأ من هنا على ده يعني يبقى جوه الأسرة ده موجود هو سافر آه خلاص إزاي رقبه من بعيد إزاي يوجهه أنه هو يلتزم بالقيم الكويسة يبايد عن الناس اللي مش كويسة أنه هو يفضل مراعي ربنا في الحاجات اللي احنا علمناه له يعني إزاي أقدر أتحكم في ابني وهو على بعد ألاف الأميال مني من بعيد هقول لحضرتك أولا هسألك سؤال من ربيب ضمير يقز بس كده أنا بقول لحضرتك أنا مش هبقى على دماغه هو هيبقى الوحده دلوقتي في بلد متغربة صحة هل أنا هبقى معاه كل ثانية أو كل ساعة أو هقدر أرقبه أو مش هينفع يعني مش هبقى معاه لايف في 24 ساعة مين اللي هيبقى معاه ضميره هو اللي هيبقى معاه المرشد بتاعي ضميره ده إرشاده ضميره اللي مبني على القيم الدينية القيم الاجتماعية والأخلاقية على العادات والأعراف اللي تبنى عليها شخصيته من هنا فهي الدلة هيبدأ إنه هو يرشده ينوره للصح لما باجي ربي بنتي أو ابني منهما صغيرين ببتدي عودهم على إيه إيه أول حاجة أنت إيه المفضل عندك إيه الأكلة المفضلة عندك ليه بقول كده طب إيه لو الأكلة المفضلة دي مش معجودة نبدلها بإيه إيه البدايل الفكرة أن أنا ببتدي أخلق لي رأي ببتدي أخلق له هوية ببتدي أخلق له شكل وبعد كده أبدأ أفهمه إيه اللي ينسبنا وإيه اللي ما ينسبناش يعني فيه موضة منتشرة مثلا هل ده ينسبك ولا ما ينسبكش على أساس إيه؟ على أساس شخصيته على أساس تربيته على أساس القيم اللي أنا خلقت شخصية ابني وبنتي عليها من خلال حاجات كتير من خلال القدوة يعني ضروري يكون فيه قدوة للإبن أو البنت وخصوصا في فترة المراقع ده موضة مهم دكتور فيه شخصيات هي مولودة كده قوية ما بتتأثرش مولود كده مهما حطيته في ظروف وظروف عيلته كانت صعبة أو ظروف حياته أو نشأته يعني صعبة هو شخصيته قوية ما بتأثرش تيجي تقولي له خد استجارة دي ما يرداش تيجي تقولي له ضيع في وقتك ما تعملش الهومورجتك أو الواجبتك ما يسمعش هو قوي هو شخصيته ربنا خلقه كده وفيه شخصية مهما ربيتي فيها وزرعت فيها وعملتي هو ضعيف هو بينصاق فيه سبحان الله فيه كده فيه بحس فيه الناس دي إيه الحاجة اللي لو شفتها في ابني أو بنتي ولسه ما خدوش الخطوة دي أو ما وفقتش أنا على الخطوة أنهم ما يسفروا بره أو لأ أنا هقف هنا لأن أنت لسه عليك شوية أو لو شفتها أقول اتكل على الله لو هو شخصيته بيتأثر عليه بسرعة لو هو شخصيته بيقلد بسرعة يعني بيلقط الحاجة يقلدها لأنه هي لقطة التقليد دي نفسياً على المستوى النفسي هو دليل على أن فيه فضى جوه فيه فراغ جوه مش ملياني فالنقطة دي نقطة مهمة جداً أن كل حاجة بيشوفها يقلدها كل حاجة بيشوفها أو بتشوفها تشبط فيها وتبقى عايزة تعمل زيها لا هنا ما نصفروش هنا نخليه قاعد جنبنا لغاية ما نبتدي نقوي ويبتدي يبان الشخصية تبان رأيها يبان لونها يبان هويتها تبان خليني ناخد من الجذور النهاردة فيه مجتمع نشأ جوه الكمباوند أو أطفال نشأ نتكلمش غير إنجليزي ما بتتعاملش مع مسلسلات أو دراما مصرية كل شغلها على المنصات اللي برا أكلوهم مش الأكل اللي احنا متعودين عليه شربوهم نفس الكلام طريقة تعليمهم نفس الكلام إزاي بقى أنا لو ابني حتى تصادف وجوده في مثل بيئة زي دي أخليه مصري حقيقي أدي له هويته عشان لو سافر برا أو كده بقى مضطمن عليه إنه هو يعني مولود بأخلاقنا وبعدتنا وبتقالدنا أيوة زي ما حضرتك قلت هو قيم الدينية القيم الاجتماعية اللي هو هقول لحضرتك من طالب بساطة التربية القائمة على عيب كلمة عيب ما بقتش تتقال يعني في نمط التربية الوقتي ما بقتش تتقال كلمة عيب ما تعملش كده ما يصحش إحنا ما بنعملش كده لازم تستأذن فيه تعليمات فيه قواعد كل بيت ضروري يكون فيه قواعد والقواعد بتمشي على كبير والصغير يعني ما ينفعش أقول دي قاعدة في البيت وهي ماشي عليهم بس ومش ماشي على الأب والأم دي قاعدة البيت يخرجوا أو مثالي يا دكتور هقول لحضرتك يعني بس أنا عايز أقول القواعد اللي أنا بقصدها إن علشان عشان هدفها إيه هدفها أن الطفل يبقى في بناء الشخصية عنده التزام وإطار يعني مثلا في المدرسة في المدرسة في قواعد صح؟ فيه يونيفورن ضروري إن إحنا نلتزم به في لمة شعر للبنت ضروري تلتزم بيها في دي تقولك طيب أنا زميلي نسيبين شعرهم هم مخالفين للقواعد تمام؟ هياخدوا لفة نظر إنما إحنا ما لنجدعوا بيهم إحنا بنمشي على إيه؟ على القواعد بتاعتها بتاعت المدرسة بتاعت البيت قواعد البيت بنتغدى الساعة خمسة بننتظر بابي لما ييجي ونتغدى كلنا بناخد سناك بعد المدرسة وبعد كده الغداء بعدها بساعتين دي قواعد يعني في نظام في قواعد بنمشي عليها كلنا في البيت وكل بيت وليه قواعد بتاعته ثقافته صحيح اللي هو بيبقى ليه طبعه في البيت نفسه بيبقى فيه طبع البيت فهي الفكرة بتبدأ من هنا من وهم صغيرين بنمشي على ده طب بنطبقه أنا ما عنديش فكرة التربية اللي هي الإيجابية والتربية فيهش تربية إيجابية وسلبية هي التربية تربية فيها حزم وفيها حزم يعني يعني القواعد لما بنخلق هي كلمة اللقى بتتقلق خلاص صحيح لا إهانة ولا ضرب صحيح ولا عقاب ولا أي حاجة خالص ربنا يحفز أولادنا ويديم عليهم هويتهم أمين يا رب ومصريتهم أمين يا رب ويطلعوا أحسن مننا مش هنقول زينا بالتأكيد فيه عوامل متغيرات كانت يعني مش موجودة عندنا في جلة ما كانش عندنا العولمة المغفرطة دي كانش عندنا السوشيال ميديا والإنترنت المخيف ده كان دخول الإنترنت من أجل الحصول على معلومة وكان يعني عند فئة محدودة جدا النهار ده موجود في كل مكان فيك يا مصر والأخطر من الإنترنت السوشيال ميديا والأخطر من السوشيال ميديا التواصل بشكل منفتح بدون ضوابط لو حطينا الضوابط ما فيش أي ألأ الإنترنت مفيد وفي معلومات وفي حاجات لو ما فيش ضوابط عندنا مصيبة وكرسة تانية ان احنا مش هنعرف نصيطها على الأدم كان بصحبتنا الدكتور ريهم حسن استشارة الصحة نفسية كلمتنا عن كل هذه الأمور بالتفصيل شكرا لحركة دكتور شكرا لحركة دكتور